أروح بقى لحضرتك للي حضرتك عايزنا أتكلم فيه اللي هو قصة الرعاية وده يقولك أصل أنا أحق وده يقولك كذا أو كذا أنا مش عايزة أتكلم على الأندية أخرى والله أنا حتكلم عن نادي الأهلي ناس سوالي تطلع تقولك إيه سووني يا جماعة بالنادي الأهلي طيب خليني وري حضرتك مؤشرات بسيطة مؤشرات بسيطة تأرير عملته روسيا اليوم وبالمناسبة حضرتك كأهلاوي تقدر تخش تشوف الأرقام دي سهلة جدا أن أنت تخش تشوف الأرقام اللي أنا حقولها هل هي أرقام صحيحة ولا غير صحيحة إذا ما شفتاش على موقع روسيا اليوم ممكن برضو تشوفها بنفسك لما أجي أتكلم عنها منصات السوشيال ميديا الخاصة بالأندية العربية وبالمناسبة ده كان في يونيو الماضي مين النادي رقم واحد أنا بتكلم عربيا مش في مصر أنا بتكلم إيه عربيا مش في مصر النادي الأهلي المصري هو رقم واحد بخمسة وثلاثين مليون متابع وثمانية من عشر حوالي ستة وثلاثين مليون متابع على كل وصائل التواصل الاجتماعي يعني على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب خمسة وثلاثين مليون وثمانية من عشر رقم صحيح تقدر حضرتك دلوقتي كأهلاوي تفتح الفيسبوك بتاع قناة النادي الأهلي هتشوف كم متابع تفتح تويتر تشوف كم متابع تفتح انستجرام تشوف كم متابع تفتح التيك توك تشوف كم متابع وبعدين تفتح اليوتيوب تشوف كم متابع هتجمحهم وانت قاعد دلوقتي معايا وانت قاعد بتتفرج هتلاقيهم خمسة وثلاثين وثمانية من عشر ده كان في يونيو اللي فات انا بتكلم على يونيو اللي فات يعني تلاقي دلوقتي ستة وثلاثين وشوية مين النادي رقم اتنين بعد النادي الأهلي نادي كبير جدا وعظيم وواحد من اعظم الاندية العربية والاندية السعودية نادي الهلال السعودي بكام متابع خمستاشر مليون وستة من عشرة خمستاشر وستة من عشرة مليون متابع يعني النادي الأهلي خمسة وثلاثين حسبها بقى يعني النادي الأهلي ضعفه شوية اكتر من الضعف طب مين التالت نادي كبير نادي الزمالك المصري اربعتاشر وستة من عشرة مليون متابع مين الرابع الرجاء البيضاوي قبل بروح للرجاء البيضاوي نادي الزمالك 14 و 6 من 10 مليون متابع هل الكلام اللي أنا بقى ده في يونيو اللي فات ممكن يبقوا مثلاً 15 دلوقتي حضرتك لو فتحت الفيسبوك وبعدين فتحت تويتر وبعدين فتحت انستجرام وبعدين جمعت كل المتابعين لنادي الزمالك على الحاجات دي هتلاقيهم 14 و 6 من 10 في يونيو اللي فات موضوع بسيط مفوش مشكلة رجال بريضاوي المغربي 9 و 2 من 10 مليون متابع التحق جدا 6 و 2 من 10 مليون متابع هكتفي بأول 5 بس أنا كان عندي 10 لأن فوالي الأرقام كبيرة جداً النادي الأهلي 35 و 8 من 10 ونادي الهلال بعدي 15 مش إسلام اللي بيقول لا ولا جمهور الأهلي اللي بيقول أنا آسف هو جمهور الأهلي اللي بيقول لأن جمهور النادي الأهلي بحب نديه وبيتابع نديه في كل مكان وبالتالي عمل له هذه الأرقام هذه الأرقام بفلوس الأرقام اللي أنا بتكلم عليها دي بفلوس يا فندم ما ينفعش حد عنده 35 مليون و 8 من 10 تسويه بحد عنده 10 مليون مثلاً أو عنده 20 مليون متابع ده رقم وده رقم ده على نطاق حاجة واحدة فقط وهي سوشال ميديا لكن هي أرقام واضحة وصريحة وسهلة جداً لأي حد يطلع يبص عليها ويشوفها مفاش مشاكل طب أتكلم عن البطلات اللي أنا فاكره ولا جيب لكم حاجات ورق أو يعني حاجات رسمية لا مش اللي أنا فاكره لأنه حقول أرقام عشان الأرقام لا تجذب ولا تتجمل الأرقام بتقول إيه 42 دوري 37 كاس مصر 11 سوبر مصري 10 دوري أبطال إفريقيا 4 كاس الكؤوس الإفريقية 1 كونفدرالية 1 أفرق السيوية 8 سوبر إفريقي 3 برونزية كاس العالم للأندية نادي القرن في أفريق تلغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دي إيه اللي حيحصل اللي جاي إيه هنشوف ولو على القرن الجديد يعني لو أفلوا دلوقتي وقال لك القرن الجديد حيبقى النادي الأهلي هو نادي القرن الجديد دلوقتي يعني وحتى هذه اللحظة النادي الأهلي هو النادي المصري الوحيد اللي لعب كاس العالم للأندية وخدنا البرونزية ثلاث مرلات عندما يتكلم أي حد في هذا الأمر في أمر الرعاية تحديدا من فضل حضراتكم نتكلم مع أي حد بهذا الشكل بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب الأرقام لا تكذب ولا تتجمل موضوع بسيط جدا أنا عمري ما هاخد نفسي ورد على أرد رد مش مزبوط لأن أنا بشتغل تحت راية وتحت شعار اسمه النادي الأهلي فأنا هتكلم بالاحترام والأدب والأخلاق عمري ما هغير هذا الأمر عمري ما هغير هذا الأمر فإلا أنا بقوله لحضراتكم ده مقنع ولا مش مقنع 35.8 من 10 ما ليش دعوا بأي حد خليني أقوله على النادي التاني على طول النادي الهلال السعودي وهو واحد من أكبر وأهم الأندية العربية واحد من أكبر وأهم الأندية اللي واخده بطولات كتيرة جدا نادي الأهلي 35.8 من 10 نادي الهلال 15 مليون وشوي أو 16 مليون متابعة ترجمة نانسي قنقر